استقبل وزير الموارد المائية وريها نيسوي لما كلا من نائب رئيس البعثة الهولندية بالقاهرة إيفا وايتمان ومسؤول ملف المياه بالسفارة الهولندية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه تم خلال اللقاء مناقشة نوقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية والأعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا ودراسة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين